كلمة سيد رئيس النهاردة أثناء افتتاحه لمصنع انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية في أبو رواش في محافظة الجيزة الرئيس تطرق النهاردة في حديثه وفي مدخلاته لأكتر من جزئية اللي هي الشواغل اللي بتشغل بال الرأي العام والمواطنين في الدولة الرئيس تحدث بكل وضوح وبكل صراحة عن كل الشواغل اللي ممكن تكون بتدور في أزهاننا جميعا كمواطنين ما يتعلق بفطورة الاستيراد ما يتعلق بالسلع الموجودة في الموانئ ما يتعلق بقوة الاقتصاد المصري وحل الاقتصاد المصري فكرة الدولار والعملة الصعبة ومدى توفرها ومدى قدرة الدولة على توفير الموارد أو تدبير الموارد خصوصا الدولارية عشان توفير السلع وخروج السلع الموجودة في الموانئ الرئيس تكلم على قدرة الحكومة إذا كان الناس مسكت مثلا في الدولار ولكن الحكومة عندها ما هو تحت إيديها يكفي إنها تقدر تتعامل مع الموقف بدليل ما حدث خلال الواحد وعشرين يوم اللي فاتوا وكم الإفراجات اللي تم بالفعل الإفراج عنها والموارد المالية لها خمسة مليار دولار عشان خروج البضايع من الموانئ والأربع والخميس بس تلتميت مليون دولار كمان رئيس وعد إن في بضاعة أخرى وفي سلع أخرى إن شاء الله هيتم تدبير الموارد لها وتكون متوفرة في الأسواق في خلال الأربع خمسة أيام الجاين كمان رئيس تطرق إلى الجزئية هي فكرة التصنيع المحلي وضرب مثال بده بمصنع الأسمدة الأزوتية اللي هيفتتح إن شاء الله قريبا وإنتاجه 700 ألف طن ده جزء مهم جدا في التعامل مع أزمة العملة الصعبة حتى لو ما فيش أزمة فكرة إن يكون موجود منتج محلي يكفيني أو يخليني أقدر أستغني عن استراض هذا المنتج من الخارج الأسمدة الأزوتية دي أسمدة طبعا مهمة جدا ورئيسية جدا بالنسبة لي الزراعة وظهرت الأزمة حقيقي وقت الأزمة الروسية الأوكرانية وفي بدايتها خصوصا لما حضراتكم عارفين إن معظم هذه الأسمدة الأزوتية بتيجي خصوصا من روسيا وجزء كبير برضو بيجي من أوكرانيا فلما حصل أزمة وصعوبة في الشحن وصعوبة في الإفراجات يعني العالم كله بدأ يفكر وإحنا كمان بدأنا نفكر لي لا ما يكونش عندنا النهاردة مصانع للأسمدة الأزوتية أو نتوسع في مصانع الأسمدة الأزوتية بما إننا بنتوسع في الأراضي الزراعية رئيس تتكلم على هذا الأمر وهذا المجمع اللي يفتح قريبا إن شاء الله وبطاقة إنتاجية 700 ألف طن على الأقل وده هيخدم التوسع الزراعي في الفترة الجاية الرئيس تتكلم على جزئيات بتخص الناس كلها أو بالأخص الفئات محدودي الداخل الرئيس تتكلم على المواطن اللي بيقبط 3 أربع تلاف أو حتى عشر تلاف وأنه طبعا هذا المواطن مش قادر أنه يقدر يوفي بالتزاماته وبالتالي لازم على الدولة أنها تسعى أنها توفر له الموارد المالية أنها تحسن من ظروفه أنها تحسن من دخله وأن كل هذه الأمور تحت عين الدولة وتحت عين الحكومة وتحت عين القيادة السياسية أو أكونوا فاكرين أنتم إحنا مش حاسين كبناء أدمين وكمسؤولين أن الأسعار حمل على الناس بس والله ما فيه أكتر من كده نقدر نعمل يعني شرحت حاجة واحدة بس في موضوع واحد لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام لو والله النهاردة الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والبترول بالتكلفة الحقيقة والله أنا لا أتكلم على اللي نحن ندعمهم كلام دي أنا قلته قبل كده أنا أتكلم على حتى اللي نحن كنا وصلنا أن نحن حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبة لهم اللي هي الشراحة الكبيرة قوي اللي هي أعلى نسبة استهلاك لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين بس انت بتعمل ده كله منين ما موحدش بيجيب حاجة من جيبه مش كده يا دكتور مصطفى مش من جيبنا يعني لكن ده من من قدرة البلد فأقولي الكلام ده عشان كلنا نتكاتف لأنني ألاحظ إن بعض الناس يعني يقولك ده فرصة نحن نعلل أسعار شوية نكسب نقول مفيش دولار ده بالعكس الوقت ده هو الوقت اللي إحنا فيه يعني يبرز فيه إن إحنا حرسنا على الناس وإن إحنا ما نغليش الحاجة على الناس نحن نكلم في أكل وشرب نحن نكلم في أكل وشرب